الحقيقة في الأيام دي ظاهر مرض مجتمعي جديد وإحنا في برنامجنا ينبع السعادة بنضع بننور على الأشياء دي علشان نخلي بالنا منها حتى لا تتكرر علشان نبني بيت محترم، نبني مجتمع محترم، نبني دولة محترمة، نبني أمة محترمة هكذا تعلمنا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين في هذه الأيام بيجي بعض الشباب بيتعرف على البنت على الإنترنت وبيبدأ يبعث لها رسائل بحبك وهي بتقول له أنا بحبك ويبدأ يكلمها وتكلمه وإلى آخري ويتفق معها أنه لازم أن تسافر له بلده البلد الفلانية تهرب ويتجوزوا وتعيش معها لأنه بيحبها فالبنت بتصدقه وتكون بنت عيلة وبنت محترم وبنت بيت محترم وبنت راجل محترم وأمه محترمة وأخوات محترمين واللص المجرم ده اللي الشيطان زقه البنت تروح له ويحصل ما لا يحمد عقبها وأهلها يعدوا يدوروا عليها وينزلوا بقى الإنترنت أقفوا لأنا متغيبة كذا 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 وفي الآخر يجي لهم تليفون بنتكوا في الحتة الفلانية روحوا شوفوها الحقيقة أنا بيجي لي تليفونات كتير جدا جدا عن مثل هذه الأمور وإزاي أن احنا نقدم لها الحلول لأن الحلول في هذه الأيام لازم أنت كعقل واعي لازم يبقى عندك الحل المعاصر مش الحل القديم الحل المعاصر إن هي لما تم خطفها ما تمش خطفها من مثلا من بيتها إن جاء حد دخل البيت وخد لا عبر العلوم الرقمية اللي هي الإنترنت عبر الفيس عبر تويتر عبر الواتس عبر عبر فلازم أنت كمتحدث في الثقافة التربوية ومتحدث بالدين ومتحدث بالعلوم لازم أنت تبقى دارس العلم ده علشان لما تتكلم يبقى أنت راجل ما عندكش سطحية إنما لما تبقى بتبقى أنت بقى الواعي والرجل الذي يعاد إليك في العلم وإنت أساسا ما بتعرفش تفتح الموبايل ولا بتقفله أنت مفكر أن دي حاجة تفرح أنت لازم أنت ستستفتع على أشياء تخص هذه العلوم فلابد أن تكون أنت درس العلوم الرقمية يعني إيه العلوم الرقمية يعني إيه يعني الميوزيك اللي هو الميوزيك المخدراتي اللي موجود دلوقت يعني إيه استلهاء إحاءات واستلهاء وبعد كده اشتهاء وبعد كده إشعال العقل العاطفي وبعد كده الوقوع في الفحشة والعياذ بالله والضياع ليه اللي تم سيطرة على العقل بالكامل طب ده أنت ما درستش ده في الجامعة ادرسه كمله لأن أنت بتفتي وبتعلم وبتصقف وبترب وبتدرس وها وها في المدارس وها وها إلى آخر فلازم أنت منظومة التعليم دي أنت تستكمل أو أن أنت تعلن أنك لا تفقى في هذا الجانب فاسألوني في الجانب ده التاني ده إنما الجانب ده أنا ما بفهمش فيه حاجة وأنا مش متواكب مع عصري وأنا مش ماشي مع عصري بس أنت زي ما بشيتش مع عصرك إزاي عايز مجتمعك ينجح إزاي عايز مجتمعك يتفوق إزاي عايز مجتمعك يعني يبقى فيه حالة من الوعي وحالة من الإدراك وحالة من التقدم وإنت اللي أنت المفروض يعني أنت النور ما أنتش منور يعني أنت محاول النور أنت عندك جزء كبير فيك مش منور فهتسيب شوارع كتير ضلمة لابد أن أنت تبقى منور فيه باي